سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة بصالي ان النهاردة يكون حضور الرب في وسطنا ويكون حضوره في وسطنا نور يكشف كل شر في حياتنا ويخلصنا من كل خطية وفكر معصية ويطهرنا ويقدسنا حسب قلبه في اسم يسوع دي صلاة ليكم ولينا اليوم حلقة النهاردة بعنوان البصمة الوراثية وأطفال بلا نسب هنتكلم في موضوع البصمة الوراثية ودي مش أول مرة نتكلم في الموضوع ده لكن أنا عندي سبب هام للحديث في الموضوع ده النهاردة لأنه في قصص موجودة على الأرض هنتكلم عن قصة واحدة منهم النهاردة من خلال قصة بنت اسمها رحمة وهتعرف يعني نتعرف على الأثار الكارثية في المجتمعات الإسلامية لمشاكل النسب ونشوف مش بس في مصر هنشوف في العالم العربي شكل أو العالم الإسلامي شكل لموضوع مشكلة النسب ده أما دلوقتي بقى فنشارك معاكم فقرة خبر الأسبوع خبر الأسبوع النهاردة مرتبط بتويتا عدت علي كده شفتها مبارح فشغلت بالي شفتها لفتت نظري لأنها كانت عجيبة شفتها قبل ما أوريكم التويتا أنا عندي تعليق على مركز الخبر ده وهي كلمة الحمد لله على نعمة الإسلام تجد إنه المسلمين بيقولوا الحمد لله على نعمة الإسلام دي يعني وهو مثلا بيشوف بيبص الغير ويقولك يا سلام أنا بحمد ربنا على نعمة الإسلام أصلا أنا مش زي ده بيفكروني بالعشار والفريسي الفريسي بيقولك أنا بعمل كل حاجة صح أنا مش زي العشار اللي هناك ده أنا راجل كويس لكن في الواقع إنه العشار الراجل الخاطي كان واقف يقوله رب رحمني أنا الخاطي علمني أكون أنا مطيع ليك الإنسان اللي عنده كبرياء روح كبرياء دايما يقولك لا الحمد لله أنا حسن من غيري هو ودي الحقيقة روح الإسلام روح كبرياء وتعالي وانفصالية وحتجدها في أمور كتيرة فدايما تلاقي حد يقولك الحمد لله على نعمة الإسلام تلاقيه على طول يروح منتقد حد بعده أو بعد الكلمتين دول أو يشتم أو يعني دايما بيبقى حاسس إنه هو أحسن من اللي قدامه لسبب ما بيقارن نفسه بغيره حسب خبرته هو ومعرفته هو وثقافته الدينية هو والمنبع من ده الفكرة الإسلامية اللي حطت فيه إنه إنتوا أحسن من الكل إن إنتوا خير أمة أخرجت للناس إنه وهكذا فكرة التعالي دي فقولك مثلا أصليحنا بعند ناس زينة زي الغرب بس عندك تعدد بس عندك تسطر على زينة وجرائم الاعتداء على زوجتكم وعلى الآخرين بس عندك تحرش بس عندك يعني لمم يا أخي يعني يا أخي اللمم لوحده كارثة يعني عندكم دائما ناظر تقولك أصدول بيذنوا الغرب الستات بيذنوا لا الناس فيه مش ماشي هتزني كده زي ما أنتوا بتقولوا لا الزينة زينها القلب والفكر بالعكس فيه ناس ممكن يكونوا عايشين مش متجوزين لكن عايشين مع بعض بمنتهى الأمانة ومخلصين لبعض جدا وأحيانا القوانين في الدول الغربية بتعتبرهم بارتنر زي المتجوزين لهم حقوق على بعض زي المتجوزين يعني وبيكونوا مخلصين لبعض جدا لكن انت بتقول الحمد لله على نعمة الإسلام اللي بيسمح لك تزني واللي بيسمح لك تنظر لمرأة فتشتهيها فتعمل زي محمد وتروح تجبر زوجتك على لقاء جنسي هي مش عايزة مثلا يعني يعني كل القصص اللي احنا حكيناها لسنين طويلة لكن بقى أنا مبارح يعني بس عدة من قدامي كده تويتها فالحقيقة بهرتني جدا عبدالله رشدي شوف الصايد ده بيقولك ايه الحمد لله على نعمة الإسلام ليه حاجة فبيقولك الحمد لله على نعمة الإسلام والطهارة فأنا قلت يعني ده لازم حد عمل حاجة يعني خارجة عن الأدب ولا حاجة زي كده التويتر بالانجليزي بتقول واحد بيقول أنا دخلت الحمامات اللي موجودة في قطر لقيت انه الناس دي بيستخدموا الشطافة هم ترجمها غلط مفيش حاجة اسمها سائل الاستحمام دي هم ترجمينها بجوجل ولا حاجة زي كده وبيقول ان انا ان احنا بس بنستخدم التويت بيبر يعني الورق في أوروبا وفي الغرب عموما لكن أنا لما جربت ده لقيته انه دي حاجة يعني كويسة واحد بيقول انه الشطافة دي حاجة كويس يعني مش عبدالله روش دي بقى بينسب الشطافة لنعمة الإسلام ليه بقى ليه هو شايف ان الإسلام نظافة وتهارة في كل حاجة يعني أنا ما كنتش هعلق على الموضوع ده خالص إلا اني فجئت النهاردة انه ناس كتير بتتكلم على التويتر دي وفاكرين مثلا ان الشطافة ده اختراع اسلامي معلش يعني انتوا نسيتوا التلات طباط ولا التلات زلطات يعني نسيتوا الحديث اللي بتتكلم على انه النبي نفسه كان الامل بيبقى ماشي على شعره كده نازل عشان مش عايز يحلق في الحج مثلا لحد ما يحلقه انه كان بيقعد الستات تفليه يعني دي مش النظافة دي خالص اللي نعرفها خالص يعني وبتعيبوا على ان الغرب الناس فيه ما عندها الشطافات لأ بس حب ابشاركو الغرب فيه شطافات برده فيه ناس عندها بديهات في الحمامات وعندها شطافات وعندها اساليب تانية للتنظيف يعني على الاقل بيغسلوا اديهم كويس كل مرة لكن احنا ما عندناش الحاجات دي يعني عايز تقارن انا اسفل يعني اني بقول الكلام ده على الهواء انت عايز تقارن انه الحمد لله على نامة الاسلام انه الاسلام جاب لكو الشطافات ويعني الحياة في ايام محمد كانت حاجة يعني في منتهى البدائية يعني حاجة الناس عايشين في الصحراء هيعملوا ايه طب كلمني حضرتك النهاردة عن الناس يعني الاداب العامة البسيطة ما بيعرفوش يعملوها لما تلاقي كده الناس قاعدة على الارض وعمالين ياكلوا مثلا في الاماكن النظيفة قوي الجميلة قوي اللي انتوا تعودوا فيها في الدول العربية وقاعدين تاكلوا وملمومين حوالين الاكل وبناكل بقدينا وكلام من ده ماشي دي زقافة ماشي لكن معلش هقول حاجة يعني بتزعجني انا شخصيا يعني ما تلاقيش ابدا انه في حد بيبقى يتحرج مثلا انه ينظف رجليه وهو قاعد وعادي يعني يمسك كوباية الشاي ويأكل بسكوت برضه وهو قاعد ويتحور مع الناس ويقوم يسلم على الناس عادي من غير ما يقوم يغسل لديه يعني دي حاجة يعني مفروض انها ما تحصلش دي حاجة خاصة جدا ما تحصلش لكن انتو كل حاجة عايزين تنسبوها للإسلام وعايزين تقول يعني تقولوا بس شوفوا الغرب بقى ايه يعني منبار بينا عايزة اقراركوا بعض الحاجات اللي كتبت النهاردة في التويتات اللي طلعت كتير في الموضوع ده واحد بيقول ايه انا سفرت بره وانصدمت بالاختلاف الثقافي برغم التقدم الا انهم يفتقدوا الاشياء بسيطة تعطي للحياة طعم مثل الزيارات العقلية مثل الصلاة الامان الاسري كثرة انتشار الخمور والدعارة اكبر مصيبة لأي مجتمع طبعا يعني الكلام ده انت بتبص للغرب بالنضارة بتاعتك انت شايف ان في انتشار للخمور ومش عارف ايه وانت شايف انه مفيش ترابط اسري وان الناس لا تتزور لا بالعكس هي الناس بس عندها ضوابط للامور دي بيشتغلوا طول الاسبوع في الويكند بيتقابلوا مع العائلات او بيخرجوا في رحلات بالزبط زينا يعني عادي بس دول بيعملوا الحاجات بتصميم بيتبقى مترتبة ليها اهداف ما بيضيعوش وقتهم لكن احنا اروح الشغل انظف الخضار في الشغل واجي في البيت اطبخ ونقعد بالليل يعني نضايف الناس وكده لاحنا بنحترم شغلنا ولاحنا بنحترم مجتمعنا ولاحنا اصلا عايزين الديوف اللي بيقولنا دي اهي مصاريف وخلاص اهي لما وخلاص اهي مناظر وخلاص ما فيش حاجة بتتعمل من القلب يعني فكرتي في موضوع الحمد لله على نعمة الاسلام دي انه المسلم لما ييجي يحمد ربنا على حاجة فاحمد ربنا على حاجة هو ادهلك انت غيرت فيك انت لكن من الواضح انه اللي بيقولك الحمد لله على نعمة الاسلام وحنا عملنا عليه حلقة برضو يعني دي واللي تعد تقولك انا مسلمة وافتخر والكلام ده كله انت بتفتخر بحاجة ما هياش عندك اصلا لم تؤثر فيك ولم تغير فيك لم تعطيك اتضاع ولا محبة ولا نظرة تغير المجتمع اللي حواليك وعبدالله رشدي فرحان قوي انكم عندكم شطفات الشطفات ما بتغسلش الدماغ ولا بتغسل القلوب ولكن معرفة الله الحقيقي اللي تخليك تنظر لللي حواليك برقفة ورحمة مش تتفخر بشطف يعني شوفي المهازل شيخ طويل عريض المفروض يعني بس ايه يروحات تويتر زي كده عشرات بقى الالاف من الناس تعد تهبل بقى وتقولك اصل ستاتهم كذا اصل الغرب كذا دول ناس مش نظيفة ابدا طب نحط صور الشوارع اللي مش نظيفة في العالم الاسلامي وقارنها بالشوارع في الغرب طب مش دول برضو الناس اللي انتو عمالين تهاجروا وتروحوا تعيشوا عندهم وتبقوا حتفتصوا عايزين تروحوا وتهاجروا تعيشوا في بلد غربي لانكم هتعيشوا افضل وهتتعاملوا اكتر افضل ولانه حيكون لكم الحاجات الاساسية اللي انتو محتاجينها في الحياة تفاهة الخبر الاسبوع النهاردة خبر خفيف يعني فسامحوني لكن يعني يجعلني اتوقف واسأل احنا عندنا فهم لعمق ما يجب ان يكون دور العلاقة بالله في حياتك ولا لا من الواضح ان الناس اللي بتعلقوا مفتخرة قوي بنفسها في الحتة دي لابسين نظارة الاسلام الرجعية المتخلفة اللي لم تغير حياتهم بل جعلتهم منفصلين عن العالم كله خلينا نشوف الصورة اللي بعد كده دي صورة رحمة انا عايزاكوا قبل ما ادخل في الموضوع عايزاكوا تشوفوا البنت اللي احنا هنتكلم عنها هحط لكم اجزاء من قصتها في اخر الحلقة بعد ما تكونوا سمعتوا الاسباب اللي ستبابة المقساة اللي هي عايشاها قصة رحمة انها اتولدت نتيجة عن علاقة خارج اطار الزواج وابوها اخدها من امها لان امها حاولت تقتلها وابوها اخدها وراح اداها بعتها لاخته علشان اخته تربيها وبعد كده هتشوفوا انه رحمة المقساء اللي عاشتها اولا البنت عندها 16 سنة لحد النهاردة محدش قادر يثبت لها حقها في النسب لابوها وامها المشكلة انه في قصة رحمة مفاجأة كبيرة جدا حتى يعني انا مش هقول لكم المفاجأة دلوقتي الا لما يعني تسمعوا قصتها هي البنت لانها مولودة خارج اطار الزواج فالمعروف الحديث اللي بيقول الولد للفراش والعهر الحجر اذا مقهيم برق جواز فهي ملهاش اي حقوق هل الاسلام بيعطي للاطفال النادجين عن علاقة زينة بيقولوا عليها زينة بيعطيهم الحق في النسب ولا لا خلينا الاول نسمع من الشيوخ واحد شيخ انا جبته يعني هو لمها شوي يعني فكرة هل تنسب او لا تنسب هو لمها شوي بطريقة مصغرة وبعد كده نسمع من رجال القانون بقى والمجتمع خلينا نشوف الفيديو اللي جايدة في استلحاق لولد الزنا بيست بذات زوج مفهوم نعم الثاني ان تقر المرأة بان الولد من هذا الشخص الثالث ان يقر الرجل ويرضى ان الولد ابن له الرابع ان لا يكون هناك منازع اوكي شوفت وقال ايه انه الشرط انه الست متكونش متجوزة اوكي لو الست متجوزة عارفين ايه لا يحصل اوتوماتيك كده ان الست ان الطفل حينسب لجزء وهنا ده راجل مقدرش يقول حسب الشرع والقانون مقدرش يقول انه ده مش ابنه لانه الولد للفراش زي ما حصل كده حدثة وقت محمد جابوا اتنين ده يقول ابني وده يقول ابني فمحمد جاب الناس بتوع القاف اللي هم بيتعرفوا بالشبه كده يقولك ده شبه فلان وده شبه فلان فياخدوا حكمهم يقولوا ده ابن مين وده ابن مين فقام باختصار يعني قالوا لهم قالوا له ده ابن فلان فرح باصل واحدة من مراتاته كده وقال لها ايه بيتحجبي منه هو ابن فلان ده صحيح قريبك وانتي ممكن يعني ما تحللوش ابن اخوكي حسب القافة لكن انا شايف ان انتي تتحجبي منه برضو اني حتى ده باعتراف الناس اللي بيقرروا النسب انا بقولك ده تتحجبي قدامه برضو لانه مش هنعتبره برضو من العيلة المعنى كده فهنا في الحكم اللي بيقوله الشيخ انه الست لازم تعترف طب لو الست اعترفت وقالت انه فلان الفلاني ده هو الابو الولد هل الشرع ينسبه للأب لا يتنسب للأم بس طب لو الراجل اعترف هو ممكن يقر لكن إلا فتحت اطار الزنا يعني ممكن يكون فيه ضوابط تانية تخليهم يعترف بالولد والولد ينسب لي إلا اذا كان زنا بقى ايه بالبحث لكن هنا الشيخ هقولكو الضوابط تانية ايه هنا الشيخ لم يذكر اي حاجة بتقولك انه دلوقتي احنا في العصر الحديث وفيه ضوابط بدل من ما الام تعترف والاب يعترف ويقف ويتلعن ومش عارف ايه طب ما نعمل له ديين ايه لا طبعا نعمل له ديين ايه ده ايه احنا مش معترفين بكل الوسائل المعيشة الحديثة دي لانها لم تكن ايام الرسول مش كده الشيخ جاهل بالوسائل العلمية الحديثة ومعندوش اي اهتمام انه يدخل الوسائل العلمية الحديثة فيه ضبط هذه الامور المشكلة انه الشرع الاسلامي بينظر لكل الحالات دي على حدة ياخد كل واحدة على حدة لكن لا ينظر للاثر الاكبر في المجتمع المجتمعات الاسلامية فيها مشكلة كبيرة جدا للاطفال اللي قطاء او اللي لا يستطيعوا انهم يعني ينسبوا نفسهم لاباءهم او امهاتهم الاباء والامهات يعني بما انه الام حتى هي اللي بتولد الولد وبتبقى يعني واضح ان هي دي الام لكن حتى الام بتضطر انها ترمي الولد او بتبقى هي نفسها مش عايزاه علشان العار في مقال في جريدة الغد يعني اقرى لكم جزء منه بيقول كده يدعو النشطون في حقوق الطفل الى ضرورة تعديل التشريعات وايجاد منظومة لحماية الاطفال مجهولي النسب وحقهم في الحياة واصفين اياهم بالضحايا الذين لا صوت لهم لانه كتير من الاطفال دول ما بيلاقوش واحدة تحتويهم زي مثلا البنتة اللي هنتكلم عنها عمتها ربتها لكن الاكتر هم في الشوارع في دور التبني في بيعتبروا زي الاطفال اللقطاء اللي في الشارع لانهم يعني مفيش حد يرعاهم فبيعيشوا في الشارع بقى يتعلموا النشط يتعلموا الشحات يتعلموا اي حاجة او في ادوار الرعاية اللي يعني برضو لما يخرجوا ما لهمش اسم ما لهمش نسب ما لهمش اصل فمجتمعاتنا لا تقبلهم الغرب بقى ممكن يكون في حاجة مختلفة عن كده الولد بيتربى بيبقى له اسم بيقيد يعني بيتعمل له شهادة ميلاد وبيعيش محدش بيسأله انت بوك مين بقى ولا امك هتمتجوزة بوك ولا لأ ولا بيبقى له حق زي وزي الكل اكي ف هنا بيقول كده جزء من الحتة دي بتقول ايه من المقال ده بيقول كده النشطون بيروا ان حالات التخلص من حديث الولادة المعروفة ما هي الا جزء من مشكلة عامة تتصف بالغموض والتراخي بالتعامل معها ومواجهة جزرها الخبير في مؤسسات الأمم المتحدة الوقاية من العنف ضد الطفل واستشاري الطب الشرعي الدكتور هاني جهشان بيقول ان هناك أطفال غير مرغوب فيهم يتم التخلص منهم ليس بوضعهم في أماكن عامة أو خطرة وإنما بقتلهم عمدا أو بإهمالهم أو عدم رعايتهم طبيا وقد يتم دفنهم ودفن قصتهم معهم بدون ضجة إعلامية وبعدين بعد كده بيقولوا انه في عمان بيقولوا انه في قانون في المادة 331 من قانون العقوبات بينص على إذا تسببت امرأة بفعل أو ترك مقصود في قتل والدها الذي لم يتجاوز السنة من عمره ده بيستلزم الحكم عليها وهكذا وبعدين بيقولك إيه لأنها أحيانا الوالدة بتتسبب في قتل ابنها اتقاءا للعار فحطوا لها قانون خاص قالوا انه اللي تتسبب في قتل ابنها كده بشكل مباشر اللي هو عمره أكتر من سنة دي يحكموا عليها بالإعدام أما اللي بتقتل الطفل على طول دي يدوها خمس سنين لأنها عملت كده اتقاءا للعار يعني يبدوها حكم مخفف طب ما سهله طب مش ده نفس وده نفس لأ هم هنا اعتبروا العار في بعض في بعض التخفيف على المرأة وده شيء خطير جدا لأنك انت بتدي يعني بتدي مجال لأنه يعني معلش يفصل واحد من العار برضو ما يقدرش يعترف بالابن حياة انتهي بسبب حد عنده شعور بالعار واحد يقتل مراته علشان جرائم الشرف فبقت فيه جرائم شرف لقتل الستات وبقت فيه جرائم عار لقتل الاطفال برضو خليني اشوف الفيديوهات اللي جاية دي السلسلة دي من الفيديوهات هي الحقيقة الفيديو من 2016 وفي 2016 كان فيه وقع في المجتمع المصري لفنان لم يعترف بنته وقال ان انا ما اتجوزتش الست دي اصلا فمفتي الجمهورية علي جمعة بعت رسالة لمجلس الشعب بسبب القصة دي بيبيح في الفتوى اجبار الوالد الطفل بيبيح في الفتوى باجبار والد الطفل مجهول للنسب لانه يعمل البصمة الوراثية اللي هي تحليل الDNA لإثبات نسب الطفل لكن المفتي وضع ضوابط لإباحة البصمة الوراثية او إباحة اجبار الرجل على انه يعمل البصمة الوراثية لانه الام خلاص معروف لكن انت الام بتتهمك انت فانت اروح عمل بصمة وراثية اذا كان الضوابط اللي هتكلم عنها دي موجودة فيما يتعلق بالزواج او الزواج الفاسد يعني واحد مثلا اتجوز وقال انا عايش مع امراته وعندهم عيال وبعدين قال لك زي القصة اللي حصلت الست اللي كانت متجوزة وعندها ثلاث عيال من نفس الراجل الثلاث عيال مش ولاده فهو قال انا عايز اعمل الدي انا وعملونه الدي انا لكن ما زالوهم ولاده برضو حسب القانون اوكي فاذا كان في جواز يبقى ممكن انه يعمل البصمة اعترفوا بالنتيجة بتاعتها او يشوفوا بقى قوانين يترتب على اذا كان دول اولاده او او مش اولاده ممكن يترتب على هذه الامور امور قانونية اخرى الزواج الفاسد بقى ايه هو الزواج الفاسد او الوط فالزواج الفاسد انه مثلا يقولك انه واحد تجوز الست واختها مع بعض وكانوا عايشين مع بعض مثلا فترة وانكتشف انها اختها يعني معلش ده بيحصل فين يعني لحنا لما بنيجي نتجوز في العالم الاسلامي يقولك بتعرف العيلة وتجيب اصله وتجيب فصله وكلام مين ده يعني اوپس انا جوزت الست واختها يعني فيقولك معلش ده بقى ايه نثبتله الناسب ويبقى الطفل اللي نسب اما بقى موضوع الوطق فدي بقى الحاجة اللي تجنن لانها موجودة في الكتب الاسلامية انه واحد يبقى يقيم علاقة زوجية مع واحدة هو كان فكر عمراته فهنا فيه شبهة في الوطق ده لكن لا يثبت الا يعني فيه ما يخص الزن الطفل لا يثبت لو كان فيه علاقة يعني حصلت بين الاتنين من غير جواز ومن غير شبهة جواز ومن غير شبهة وطق والكلام ده كل الكلام لا يقبله عقل يعني مفيش واحد بيروح يلتقي بواحدة يقولك اوبس انا يعني غصبا عني كنت فكرك مراتي ازاي يعني و وحتى فيما خص الزن بقى لو اسباته النسب فالنسب لا يمكن نسبه للأب ولكن ينسب للأم فقط في حالة الوط بشبه يعني فيه لغبطة كبيرة قوي خلينا نشوف الفيديو ده جزء بسيط من فيديو تقريبا نص ساعة حصل في 2016 الفيديو بتفاصيله كلها الحقيقة يعني دوخني انا انه يكون القانون متأثر بالشرع الاسلامي في كل تفاصيله بالشكل ده ويأثر على ملايين من الاطفال في العالم الاسلامي خلينا نشوف الفيديو الاول الوط يعني ايه يعني معاشر زو بي يعني مقاء الجنس يعني الوط الوط في حياته بير مشروع لكن فيه شبهة تخليها فيه شبهة حلال يعني ايه الشبهة الوط فيه شبهة في الفعل شبهة في العقد شبهة الفعل زي بقول ندرق ويقولك مثلا واحد عقد على واحدة ويدخليلي واحدة اخر على انها زوجته فعشرها على انها زوجته وهي بيزوجته فهو يعتقد انها حلال لكن ده مش حلال هم ببارض الفكرة هنا لازم يقولك ايه لازم يكون الوط ظن ان الفعل حلال هل يبقى زال لو انا عارف انها اللي احنا عايشين بعقلية العصر الحجري اللي كانت وقت محمد ازاي يعني البدوية والجاهلية في التفكير مازال القانون مرتبط بيها يعني المفروض انه لما نيجي نعمل قانون بنعمل قانون من اجل الامور العامة لكن الحاجات الشواز دي بيبقى لها تصريف اخر لكن هنا انت يعني انت شايف انه حجب الاعتراف بنسب الاطفال موجود بسبب افكار شازة مش الامر العام مش اكترية الناس عندهم مشكلة الوطء بشقبها دي يعني يعني اوبس ما خدتش بالي دي مش مراتي ازاي يعني عشان كده تفاصيل العقد عقد الزواج في الاسلام يعني الحقيقة غالبا لو يعني لو عادنا بحسنا هنلاقي كده انه ممكن غلطة في كلمة واحد يقول بدل مقال فاطمة تجوز زينب فتبقى فاطمة مش مراته يعني واحد يقول لك ايه انا قبلت الزواج بفاطمة احمد محمد وهي احمد محمود ممكن دي تبقى مشكلة فالارتباط بالحرفية في كل شيء في الاسلام بيضعنا امام المشاكل دي يعني الوطء بشبه يعني واحد واقعيا عمل علاقة غير مشروعة من الناحية الفقهية الاسلامية مع واحدة نتج عنها طفل التصريف هنا ايه ان الطفل ده ينسب للراجل ده انه فعلا بيعترف انه عمل معها علاقة لكن بما انه مفيش عقد يبقى ما ينفعش انه الطفل ده ينسب لي مشكلة شوف شوف الفيديو اللي بعد كده والكلام يعني المبهر لراجل قانون قادي قادي كبير معروف انا اعتقد انه انتقل لكن يعني ده راجل معروف عام وضع قوانين شوف هيقول ايه في اللي جاي يجي بقى الديل ايه طب الديل ايه بيزبط ايه بيزبط علاقة جنسية هل علاقة جنسية اللي واحدها كافية لإزباط الزواج لا هاي هات لديل ايه يفرق لا بس كافية لإزباط النسب لا كافية لإزباط النسب المسب عايز زوجيه استاذ محمد الله هلول اهو ايه انا لفين اهو بنصف اه بنقول الزوجيه في الاكل هي ونبه ايه الحديث الشريف معروف الولد للفراش وللزواج فهو ده اللي أسس للقاعد الديل ايه هاي يزبط اللقاء الجنسي ماشي لكن يزبط الزواج لا طيب هل كل علاقة جنسية برغو الأمراء الزواج الدين ايه دوره انه يزبط نسب الطفل ده بايولوجيا للست دي والراجل ده ده الدور العلمي الاساسي للدين ايه لكن هو عايز حاجة تقولك ده دي كانت علاقة جنسية حلال ولا علاقة جنسية حرام لكن اللي تايه في النص هنا الطفل واحيانا الطفل والأم لانه أمهات كتير بيربوا عيالهم اللي الرجالة بيسبوهم ويمشوا فهي تشيل بقى ايه العار من المجتمع ده ده الستات الكويسة يعني هتشيل العار من المجتمع وهتشيل الألام لانها هتبقى عايزة تربي الطفل ده وتديله حياة أو تروح بقى تديه لحد تاني أو أو تربيه ترميه في الشارع ودي حاجة تانية أو فكرة البقاء اللي تخليها ممكن تقولك لا أنا قتله واخلص منه أصلي قتله رحمة هيعيش ازاي هيبقى يتقال له انت ابن حرامت لعمرك الاسنام تعترفش على نفسك انت ليه مصر انك لازم تقول ما انت لو قلت هنطبق عليك لحد اذا بريتهم فستعتروا يعني ما تجهرش بالمعصية يا اخي ما تجهرش بالمعصية لكن اعملها ما انت اذا ما فيش حاجة من جواك بتقول انه يعني ده شيء لا يردي الله ده شيء يكسر قوانين واقف انا كنت فاكراها اتكلمنا عن القانون لا ده هو واقف عند الحديث مفيش جواز هو ايه جواز ولا مش جواز عقد ولا مش عقد حلال ولا حرام هل ده المنطق اللي بيقود الرجال القانون في الدول العربية الاسلامية طبعا طبعا لانه لا يستطيع انه يخرج برا اطار الشرع والدين والمدهش جدا بقى انه لما يجي واحد زي الشيخ علي جمعة ويقول لا يا جماعة في حل له مع انه برضو مداش حل هو برضو حطها في اطار الزواج وشبهة الجواز وشبهة الوط يعني برضو لم يبيه حتة الزنا دي بالكامل حتى ده بيخلف رجال الدين المتفتحين شوية علشان يبقى الامر كما هو عليه النهاردة سعد الهلالي بيحربوه جدا لانه بيقولهم لا ما انتو عندكو دا وعندكو دا وعندكو دا ليه لانه بيطلع الشبهات اللي هم مش قادرين يخرجوا عنها وهنشوف ليه بقى المجتمع ككل لا يقبل الموضوع دا بس قبل دا خلينا نشوف الفيديو اللي جاي الفكرة الفكرة الاسلامي في تفسير لماذا لا يمكن ان احنا ننسب طفل لابو وامه اذا كان خارج اطار الزواج شوف الفيديو اللي جاي اقتراح فضلط المفتي اللي بعته اللي بعته المجل الشعب مش هيحل الجزء جبير من المشكلة اللي احنا مواجهينها خالص لان هي هتحل بس اكبار المدعى عليه بالخضوع لتحنال دين ايه انا بقول لي فضلط المفتي هال الدين ايه وانا بسأل عن المال اهو يفرق بين الماء الحلال والماء الحرام ماء الراجل يعني اللي يقال على ماء الزنا ماجس اي وماء الزواج طاهر هال يفرق لي الدين ايه بين الماء الحلال والماء الحرام لو كده عزمه اللي خلص تغفرت عليها الزواج وازبتني ده الحلال وده الحرام فيه دين ايه بيقول كده دين ايه في الاخر بيقول فيها لها جلسية اصفرت عليها ولا اللي جاءنا تقول لي مربع رقب واحد يعني الجملتين اللي قالهم دول ابهروني جدا هو الماء النجس والماء الطاهر وده برضو الفكر الاسلامي انه الطفل من الزواج هيكون طاهر والطفل المولود خارج العلاقات الزوجية بيكون ماءه نجس يعني تكوينه نجس يعني انت بتقول انه الطفل ده يحكم عليه او الطفلة دي يحكم عليها عليهم بالنجاسة طول عمرهم والمجتمع بيعملهم كده والمجتمع بينظر اليهم بنفس الطريقة والمنبع كان ايام ما كانوا بيقولوا لمحمد انت يعني نواية مرمية في الحتة في المكان الغلط انت نبتة شطاني لانه ابوك مات قبل ما تتولد باربع سنين هي كده فالنهار ده يعني موضوع النجاسة والطهارة بين اللي متجوز واللي مش متجوز انت يعني من اي ناحية تثبت ازاي ان ده ناجس وده طاهر يعني اسبتلي انت بتقول ان الدي ايه مش هيثبت لك النجاسة والطهارة طب يثبت لي انت بقى بالجواز الشارعي النجاسة والطهارة ايه مفهوم النجاسة والطهارة في الامر ده طفل اتولد بريء ما لوش اي حاجة ما عملش اي حاجة له حياة ليه مستقبل لكن انت اللي بتحكم بالنجاسة والطهارة لانه قلب الانسان يعني لا يعرف الله الحقيقي هو اللي هيحكم بالنجاسة والطهارة بالشكل ده على مقيس شكلية على مقيس تخلي المجتمع يشتغل زي ما انا عايز بالطريقة اللي مصلحتي فيها نخبي النجاسات والخطايا ومشاكل المجتمع ونغطيها ونقول ان احنا احسن من الكل اللي برا اللي عايشين مع الدعيرات اللي بيزنوا على طول اللي عندهم اطفال ولاد حرام والكلام مين ده واحنا لأ طب دول عندهم اطفال ولاد مش عارف ايه مولودين برا اطار الزواج لكن اهاليهم بيرعوهم وليهم حقوق في المجتمع وليهم حقوق بالقانون والكلام ده كله والدين ايه بقى لما يتعامل يثبت للطفل كل حقه في الرعاية من ناحية ابو ما فيش حد كده يعني بيعدي كده مش هتخلف طفل وترميه ما تعتنيش به لا هيجبروك تعتني به لانه القانون في صالح الاطفال دول لكن عندنا هم ماليين الشوارع مين هيشعر بيهم مين هيحس بيهم بتبقى نفسياتهم محطمة حتى ولو هم عايشين في وسط بيوت بتعتني بيهم شوفوا بقى الفيديو اللي جاي الصحفية الاستاذة سناء السعيد انا صدمت من تعليقها هي بتوريك انطباع المجتمع ايه عن محاولة تغيير الفكرة السائدة ان الولد الفراش والعاهر الحجر وانه الزنا غير مقبول انا مش بحاول يعني ابرر الزنا انا بس بقول انه في اشياء بتترتب على الامور اللي احنا بنختار نعملها الراجل اللي بيروح يزني مع واحدة او بيجبرها او هم اللي اتنين متفقين او هناك امور تترتب على ده يجب ان احنا نكون مسؤولين عنها الخطية لها اثر ولها توابع واختياراتنا لها اثر ولها توابع شوف الفيديو اللي جاي هو بالفعل لا يمكن ان ننكر الزنا ثم نأتي بعد ذلك ونثبت اثار الزنا يجب ان حاجة الدي ام اي بيفتح لنا طريق طويل اوي وممتد لانه يشمل اكثر من يعني كل الناس هتقول لك دي انا اي هو الفيصل وهو عامل الحسنة في الموضوع وده لا يمكن ابدا مما اخده فايصل ولا يمكن ابدا مما اكبر اي رجل على ان يطبق عليه دي انا اي لانه فيه شوق لانه فيه شوق لفوضى وبعد ذلك ما نقل لنا سلسنة نعم ما نقل لنا بتقول له انا لا يمكن ان احنا لا يمكن ان احنا نكبر الراجل على قبول نتيجة الدي اي الراجل الامر يعني الحقيقة يعني صادم جدا انه واحدة ست تبقى عارفة انه فيه ستات في المجتمع بيعتدى عليهم بيتجوزوا عرفي والراجل ياخد الورق او يجري والستة تبقى بتقول لك اتجوزني بس ما فيه معاييش حاجة عندك مش بس كده النهاردة النهاردة عندك بنات زي الحلقة اللي فاتت احزان الطفلة المسلمة اللي قدمناها عندك بنات بيتجوزوا 14 سنة و13 سنة وبيجوزوهم عرفي وما يقدروش يثبتوا الاطفال لحد النهاردة اطفالهم غير مثبتين ايه اذا اخدها الاب وراح سجلها هي هو بنفسه ازاي بنتكلم عن انه لا يمكن اجبار الراجل واحنا عارفين ان الراجل بيتجوز شوية وياخد وقته ويروح ينتقل لأمر آخر او وفي نفس الوقت ما فيش عيبة على الراجل يعني ان هو يبقى عنده اعلاقات خارج اطار الزواج المجتمعات دي ما بتعيبش على الراجل لكن بتشاور على الست وبتسمي انه لا يمكن انه اني انك اني امنع الزنا واقبل اثاره فراحت قلصت الانسان اللي بيولد نتيجة عن علاقة جنسية غير مشروعة حسب الشرع الاسلامي او حسب الدول العربية اللي بيتكلموا فيها دي ويقولك انه ده بقى اثار غير مرغوب فيها فيفضل الاطفال دول مشكلة اجتماعية انسانية ما لهاش حل شفنا بعد داعش مئات الالاف من الاطفال مشردين في لا الام عايزاهم ولا الاب موجود او الام والاب ماتوا او الام مش قادرة تثبت النسب للتلات اربع رجال اللي اتجوزتهم او مشاكل مشاكل نتيجتها انسان هيعيش مكسور طول عمره الاستاذ محمود سعد قال لها طب يعني نقنن الموضوع فقالت فقالت لأ نقنن ايه يبقى دا فيها ايه افشاء الاباحية في المجتمع واحنا ما نقبلش كده لأ احنا نغلط ونعمل مصايب اجتماعية لكن الراجل يمشي ويسيب المصيبة للستة او يسيب الطفل وعادي ما حدش يقدر يكبره لا يمكن ان اكبر الراجل على قبول نتيجة الدي ان اي لا الراجل في الغرب يكبر على قبول نتيجة الدي ان اي ويكبر على انه يصرف على الطفل دا لحد ما يبقى عنده 18 سنة ويكبر على اعطاء اسمه للطفل دا ويكبر على انه الطفل دا يكون جزء من حياته ممكن يقولك لا انا مش عايز يبقى جزء من حياتي بس يكبر على انه يهتم به ويهتم بكل احتياجاته للأسف نحن لا نرى الانسان كانسان مهم عند الله لكن الله بيرانا مهمين عنده الاستاذ محمود سعد بيقول طب احنا ليه ما نديش الاختصاص في الامر اللي رجال القانون هي بتقول المفروض انه رجل القانون اللي معنا دا هو اللي هيتكلم في الموضوع هو اللي يقول لنا القوانين تمشي ازاي ونتصرف ازاي في الموضوع دا فقال لها ماشي احنا نقنن الموضوع ومثلا لما تيجي واحدة تقول انه راجل اعتد عليها وانه دا ابنها منه يتعمله الDNA لو كانت بتجدب نحبسها لو هو اللي بيجدب نحبسه بس برضو يعتني بالولد يعني او يدي له اسمه وبيقول لا القانون يعدل ويتطور لانه وضعه رجال طبعا القاضي بقى اللي كان موجود ما عجبوش الكلام قال له يعني الكلام دا ما ينفعش يعني احنا نقول طور تقوله حلبوه ما هو ما فيش جواز اصلا ما ينفعش ان احنا نسبت دا السؤال هل يمكن انه يكون هناك قوانين حماية تحمي الاطفال من اخطاء الاباء من اخطاء الاباء والامهات لانه انت اعترفت بالطفل او لا دا ابنك او بنتك اسمه اب بيولوجي دا ابنك من الناحية البيولوجية هو ابنك واختيارك يجب ان يترتب عليه الزام قانوني ومسئوليات تجاه الاطفال وحقوق ليهم ما يبقوش مرميين في الشوارع الطفل هنا هو العامل غير المرقي في الموضوع دا كله مالوش حكاية يعني مالوش علاقة هم اتنين اتبسطوا مع بعض ورموا العائل في الشارع او قتلوا او وخلص وما حدش هيراجحهم فيه عنصرية في الاسلام من ناحية الفكرة اللي الاسلام عايز يثبتها انت هتمشي في الطريق دا بس واي حد خارج الاطار دا مالوش مكان مالوش فرصة مالوش حياة القادي كان بيقولك ايه انه النسب مش محتاج اثبات في الزواج الصحيح طب ما هو انت عندك زيجات صحيحة الابن اللي موجود داخل الزيجة دي مش ابن الراجل دا اصلا دا ممكن دا عادي دا انه الولد للفراش القادي قال حاجة يعني يعني بيقول من ضمن الاسباب اللي احنا مش عايزين نعمل قوانين تبيح دا علشان دا هيخلي الناس تبقى يعني تعمل اللي هي عايزة وانيجوا يثبتوا نسب الطفل احنا عايزين نحدد الناس لكن كده احنا بنبيحه فالاستاذ محمود قال له يعني ما هو الطفل موجود تحدد الناس ما الطفل موجود ما هو فيه ناس له لأ العبارة دي تقولك انه انا مش شايف الناس دا خالص انت انت مش موجود مش محسوب انت مش ضمن التعداد السكاني للأسف لا اعتبار للاطفال اللي موجودين دلوقتي على الارض لانهم خارج اطار الزواج لانه ماء حلال ماء نجس مش عارف ايه كل دي حاجات لا يراها الله بهذا المنظر ابدا خليني اقول فكرة انا ليه اتكلمت في الموضوع ده النهاردة علشان قصة البنت اللي هتسمعوها دي لانه يعني يا جماعة اذا الاسلام انتهى من العالم لو لو انتهت مشاكل زواج الصغيرات لو انتهت مشاكل النساء والاطفال وال العنصرية ضد النساء لو المشاكل الاجتماعية العويصة الناتجة عن الاسلام دي انتهت خالص من العالم ما حدش هيتكلم عن الاسلام خالص ولا هنرجع نفتكره خالص ولا هنتكلم عنه خالص لانه راح ملوش اثار اجتماعية مؤلمة على الارض لكن البنت اللي هتشوفوها دي دلوقتي اثر من الاثار الموجودة دي السنادي دي قصتها السنادي وفي الاف زيها نشوف الفيديو اللي جاي يعني اختصار سريع لي ايه اللي حصل في قصة البنت دي تفضل دلوقتي الست دي حملك من اخوك ايه رحت رايحة رمياله بنته هو كان في السعودية وبعت لاخوه قال له ادي البنت اللي اختك سنا ومتجوز كم واحد متجوز كان نطلق اثنان ومتجوز اربعة دلوقتي طلق واحدة معتش اللي تالت على زمته ومتجوز واحدة قريب كل اجازة ينزل وكام سنة فشفت مامتي الحقيقية وانا صغيرة كنت في المحكمة كنت اول مرة شوف فماما سانية بتقول لي دي مامتك قامت مامتي ردت عليها لده بتقول لها ما تعرفتش ان انا امها وليلها انها ماتت ونزعلت جدا ونزعلت من ساعتها ونفسيتي متضمرة يعني قابلت مشاكل كتير اوي في وسط صحابي وفي وسط الناس البشر كله بقى بيعملني معاملة ان انا حتى وصحاب يقول لي انتي ده مش اسمك الحقيق انتي اسمك مزور انتي مسلا معلش في الكلمة لقينك على الزبالة كده فبدأت ازعل بجب انهار لم اما بعيط لها رح عمل حدي دين ايه اه دين ايه اعملوه اكتشفت فعلا انا بنت فاتح لا بابايا الحقيق الاب زي ما انتوا شايفين الاب ادى لأخته البنت وحتى ما قلهاش يعني وبعتها بعتها مع اخو وما قلهاش ان دي بنته وبعد كده هي شكت انها بنته و يعني عملت تحليل دين ايه خدت خدته اكبرته انه هو يعمل تحليل دين ايه لكن البنت كان عندها مثلا عشر سنين حداشر سنة ولا حاجة زي كده هما في محاكم ليل ونهار العامة بتحب البنت جدا وبتعاملها حلو جدا وقلبها مكسور عليها قوي فعايزاها ما تتبهدلش في المجتمع لان كل المجتمع زي ما انتوا شايفين كده بيرفضها بيعيرها بيقولها انت مولودة في كوم زبالة انت لقوكم مش عارف ايه ده المجتمع مش بس كده امها بترفضها بتقول فو الشهل بنت قاعدة جنبها بتقول لا امك ماتت لا انت مش بنتي شوفوا بقى يعني الانفصالية انا قلت يعني يمكن الناس دول هما نفسهم عندهم مشكلة لكن لما فكرت في الامر بعد ما تسمع القصة كلها لا مش هما نفسهم عندهم مشكلة اهل الام رفضوا البنت برضو لانهم مش عايزين العار هيقولوا ايه مش بس انهم مش عايزين العار الاسلام بيقولهم دي مش بنتها دي مش بنته لانه لانه ماء الزنا هضر فهم مش معتبرينها لا جزء من العيلة ولا هي تعتبر كانسانة الراجل بقى اللي ماشي يتجوز كل شوية ده هو عارف جوه مخه انها ممكن تحلله يتجوزها يعني ما عندوش رحمة عليها لكن من ناحية الشرع الاسلامي تحلله لان ماء الزنا هضر عندك 100 مليون فيديو على اليوتيوب بيقولك كده والشيوخ بتصرح وبتقول ايوه فعلا كده هو ما يستحبش لكن برضو يعني ما فيش مشكلة شوفوا بقى المفاجأة في اللي جاي تفضلوا الفيديو الاخير أنا لها أخت رتيل أصغر مني عند 11 سنة فدي برضو أنا دلوقتي حلمت علابة جدا هي أختك من مين من مامتي وباباي مع بابايا اتجاوزها بعد ما هي خلفتني نحن لها وقلنا لها أستلم بنتك وكده ودي بنتك وعرفنا جدي وجدتي قالوا مناش دعوة يعني احنا مش عاوزينها الده لبوح لما تدخلناش في الموضوع دي كنا ساعتها في رمضان وكنا ساقمين أموا قفليني الباف وشنا ومشينا فبدأنا نروح مرة واتنين وتعاليتها برضو نلاقي في الباف وشنا ونمشي يعني بايعيني يعني مش عاوزيني جوزها وخلفت رتال وخدها معا السعودية وهي حامل بابايا طلقها ويا في السعودية رحت السفار عشان تطلق وكده ما قالتش انها لها بنت تانية منه عشان تجيب حق ما قالتش مامتي وبابايا رفضوا انهم هياخدوني ويقعدوني معاها بابايا ياخدني وقعدني معاها وتاخد البنتين وخلصوا ما كده ما تجوزين على لنا قدام الناس قالت لا انا مش هاخدها دي بقى المفاجأة اللي كانت صادمة جدا انا ما بطيت اسمع الفيديو يعني باسمع قصة البنت لانه قلبي وجعني عليها وافتكرتها واحدة من يعني مشاكل النسب وكده المنسوبة طبعا للإسلام بقرارات الإسلام بالشكل ده لكن لما سمعت انه الاب والام فعلا اتجوزوا ورحت قعدت معاها سنف السعودية وخلفت منه بنت تانية ورحت اتطلقت واثباتت نسب بنتها اللي معاها لكن لم تثبت حق رحمة ولا قبلت ان رحمة تنسب ليها يا جماعة الموضوع ده مش واحدة ستة قلبها ميت واحد راجل قلبه ميت او ناس عايشين بقانانية لا الفكرة انه الإسلام زرع جوة المسلمين انه اللي مولود خارج اطار الزواج ده لا يعتبر انه بيني وبينه راب الدم ما ينفعش لان الإسلام قال ما فيش راب الدم اللي بينه وبينها ماء هضر للأسف يعني هضر راح حاجة كده اللي بتهدره ده بتعمل فيه ايه بترميه على الأرض بترميه بترميه على كم زبالة زي ما بيقول فالإسلام قتل في مشاعر الناس الروابط الإنسانية الحقيقية وعايزين بس فالحين نتكلم على انه الغرب ما عندوش روابط اجتماعية ما فيش الارتباط الأسري مش بوجود في الغرب لا عايز تقول بقى الحمد لله على نعمة الإسلام أفكرك انه الرجل الغربي لو عندو طفلة أو طفلة هو بيشوفها بنته وبيشوفه ابنه حتى لو كان مش عايز يعيش معاه هيعتني به لانه عارف ان ده رابط حقيقي وان العلاقات الانسانية اللي بينهم حتى اعتمد على شجل من ناحيتين لكن هو عارف ان ده ابنه فيعتني به فيقوم بدوره فيقوم ببسؤليته لكن انت اللي بتقول الحمد لله على نعمة الإسلام لا تعتني بلحمك ودمك مهما عملت طلعت انزلت دي لحمك ودمك ليه لانه انت مرتكز على اللي يفيدك انت نفعك انت هذا الدين لم يغير في قلب الانسان ولم يضع فيه رحمة عجيب قوي ان البنت اسمها رحمة في مجتمع ليس فيه رحمة بالمرة لانه هذا المجتمع مش مرتبط بالله الحقيقي مش هتجد ده في الأسر المسيحية الأسر المسيحية هتعتني بلحمها ودمها لانه معارفين ان الرابط اللي موجود بينهم ده رابط انساني وروحي وربنا بيغير القلب ويجبر كل ضعف وكل مكسور فينا ويغفر لنا خطيانا لكن احنا في المجتمعات الاسلامية بنوقف نشاور على خطايا بعض ونسيب لحمنا مرمي في الشوارع انا بصلي ان النهار ده يكون الرب هو شافي لجروح كل الاطفال اللي زي رحمة النهار ده وانه يكون شبع عليهم وانه يجدهم في الطريق وانه انت وانت النهار ده لو كنت في الموقف ده انك تتوب امام الله وترجع وتقول رب اعني في الموقف اللي انا فيه وتكون انت كمان سبب رحمة في حياة الكثيرين اشكركم وإلى اللقاء